في الفاصل الكاتب الصحفي الأستاذ يحيى غانم اداني ورقة حقيقة جانت مهمة جدا ولو كانت داني قبل الهواء كنت كبشرناها وعرضناها لحضراتكم على الهواء ولكن هقراها من وزارة الخارجية نائم مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات غير الحكومية والتي يحدد فيها قانونيا إجراءات تأسيس فرع لمنظمة غير حكومية أجنبية في مصر وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الخطوات بتقول ايه؟ أولا يقدم طلب موجه للسيد وزير مفوض أو نائم مساعد وزير الخارجية بشأن فتح مكتب في مصر وفقا لأحكام القانون على أن يتضمن ذلك الطالب ما يلي عنوان المنظمة في مصر مجالات عنوان المنظمة في مصر ده اللازل بقالها عنوان وده يعني المكتب المكتب للكلام اللي قاله السيد يحيى منذ قليل أنه تواجد المقر يكون سابقا على الموافقة على الطلب ده جزء مهم جدا هو كان حكاف وقعته التي تخصه هو شخصيا وبينطبق على الجميع إذن أن أنا أعمل مقر وأجهزه ده جزء أصيل عشان أن الخارجية تبص في الطلب بتاعي نمرة اتنين مجالات الأنشطة بشكل مفصل تلاتة الفترة المتوقعة لتنفيذ البرنامج أربعة أهم المشروعات التي سبق تنفيذها في مصر وسبق الخبرة في دول أخرى أن وجدت اسم المدير المصري أن وجد والشركة المصريين بيانات أعضاء مجلس إدارة تلك المنظمة والنتق الجغرافي لممارسة أنشطة المنظمة في مصر ثانيا يجب أن يرفق مع هذا الطلب المستندات التالية أول طلب في المستندات عقد تأسيس المنظمة الحكاية لوائح المنظمة ثلاثة عقد إيجار مقر المنظمة في مصر على أن يكون موثقا في الشهر العقاري وعليه إثبات تاريخ وموضح به اسم المنظمة وساري المفعول والاعتماد المالي وبيانات أعضاء مجلس إدارة المنظمة وكافة المستندات المترجمة العربية من أصل وثلاثة صور إذن بعض الإجراءات التنظيمية يجب أن تكون سابقة وليست لاحقة ده معظمها لما يكون كلها بدليل أن لما غاب بعض المعلومات دي والرغم أنه قيل لي في مرحلة من مراحل التحقيق بالاستعلام من وزارة الخارجية قيل أنهم لا يعلمون عنكم شيئا فأظهرت هذا الخطاب الذي كان قد وصلاني قبل التحقيقات أن الخارجية بتخطبني بتقول أنها عايزة استكمال لبعض المعلومات فكيف لهم أن يقولوا أنهم ليس لديهم علم عن هذا المركز ده شيء غريب عشان أنا بحاول أوضح لجمهوري بشكل كبير عشان الناس كلها واللي بيسألوا وصدقوني عمرنا ببنخون أي حد ولا بنعتبر أي حد بيتساءل ليحق دايما بقول الذي جرى في العام الماضي تحديدا من محاولة تمس الحقائق وضخ أكبر أموال دخك في تاريخ الإعلام المصري لكي يتصلوا للنتيجة النسبة ما نقدرش نستعين بها من الشعب المصري اللي ما يعرفش رأسهم رجلي وده كان هدف حقيقي في الفترة اللي فاتت عشان كده بنحاول نفهم مرة واثنين وتلاتة السيد يحيى زكريا غانم منظمة المركز الدولي للصحفيين تحية طيبة وبعد ده اختبت ظهر منين طالع من وزارة الخارجية لأستاذ يحيى بيقول إيه بالإشارة إلى طلب المنظمة فتح فرع لها في مصر كمنظمة غير حكومية برجاء التفضل بموفاتنا بالمعلومات التالية أنشطة المنظمة في صورة مشروعات أو برامج الاعتماد المالي ومصادر التمويل أن الطاق الجغرافي للمحافظات مع وافر الاحترام وزير مفوض سيد أسامة شلتوت مدير شؤون المنظمات غير الحكومية عاجل ومصدرة بتاريخ اتنين حداشر الفين وحداشر إذن وزارة الخارجية بالتأكيد غافلت أو وقع منها سهوا حلوة سهوا دي سهوا دي أنها تعرف حكاية المختص بها أستاذ يحيى تحديدا وهي مجال هذا الموضوع تفضل أستاذ بس دعني أزيد على ذلك أن في حالتي أنا أنا معرفش المسألة ما فيش منزنيات بتيجي أساسا مسألة هي عبارة فيه برنامج تدريب على استخدام التكنولوجي مثلا التكنولوجي في إنتاج منتج إعلامي أو صحفي يجمع ما بين المطبوع والمرئي والمسموع كويس عايزين دورة في هذا الخصوص فأطلب مثلا من نقابة أستاذ حزيزك هنا خطاب أو أوفر من نقابة الصحفيين للمركز الدولي الصحفيين إحنا مستعدين لأجر القاعات كذا وكذا وكذا والمعامل الكمبيوتر كذا وكذا وكذا نظير هذا المبلغ وحتى الكيترينج بيتحط اللي هو الأكل اللي ممكن يقدم في النص دي التدريبات مهنية من حق ما فيهاش لا سياسة ولا بتاع التدريبات على امتلاك الصحفي للأدوات والأدوات هي نوفيرسل هي عالمية ده علم ده علم وليس المضمون فقط علشان بس المسألة تبقى بعيدة تماما عن السياسة فنقابة الصحفيين مشكورة بتوجه هذا للمركز دولي الصحفيين يقوم يبعت لحساب النقابة المبلغ المطلوب لا بيبسك في دينا فلوس ولا بيبقى فيه ميزانية ولا حاجة الميزانية بتبقى موجودة هناك في واشنطن بتتصرف بتروح لمصارف للأماكن اللي راح لو انت هتعمل نشاط في الحتة الفلانية بيروح الفلوس دي للحتة الفلانية وبالتالي مفيش في دينا فلوس ولا أي حاجة وحضرتك عندك نموذج لأول ورشة كان المفروض أن تعقد ولكن يعني مأسوف على شفافة ما ابتداش أي حاجة الحاجة التانية أنا أعتقد بأن يعني للأسف الأمريكان في بداية تأسيس الولايات المتحدة في زمن ثقافة الكاوبوي كان عندهم يعني عقيدة كده أن نخلص نحن نضايا وقتنا أنا في حالتي أنا حاسس أنه طبق علي ما كانوا يطبقونه وكانوا بيقولوا إيه الأمريكان الأوائل بالنسبة لهنود الحم لا تخدش نفسك اضربهم كلهم بالنار ويطلعوا فوق ربنا حيشوف البريء مين وحيشوف المسلمين يعني اضربت بالنار وربنا يسهل ربنا هيصنفني هكذا